تداعيات إغلاق مطار معتيقة الدولي متواصلة بوصفه المنفذة الجوية الوحيد لسكان العاصمة والمناطق المجاورة لها من السياح والمرضى والطلاب مكاتب حجز التذاكر والفنادق تعرضت لعديد من الاشكاليات المادية جراء تغيير المسافرين للموعيد الرحلات الدولية القاصدين السفر إليها عبر مطار معتيقة الدولي الموضوع أخذ أكثر بعد من هيكي فيه ناس مريضة فيه ناس ماشية علاج يعني يكونوا مرتبطين بمواعيد مع مشاشفيات فيه ناس عندهم رحلات ترانزيت اللي هي تكون سعرها بالدولار فلما تلتغى الرحلة هنا من مطار معتيقة هو يكون مرتبط برحلة تانية بتكون هي مساء لو رحت عليه رح عليه سعر تذكيره بالكعمل يعني توصل حتى ليفوق ألف دولار الرحلات هذه فأكيد الموضوع مؤثر اقتصاديا واجتماعيا تغيير مواعيد الرحلات واسترجاع القيمة المالية سواء من المكاتب الحجز أو من الدول التي جرى الحجز فيها موضوعا أتعب أصحاب المكاتب والموظفين دون وجود حلول كفيلة بإنهاء المشكلة صارت معنا هلبة أشكالية بخصوص الحجزات في عندنا ناس يعني حجزة فناظق وهي يعني ماشي علي رحلاتها على أساس أن هي أوكي وامورها تمام صارت المشكلة بتاع المطار هذه يعني واجهنا هلبة مشاكل بخصوص الفناظق وبخصوص طغير الرحلات يعني فيه ناس ماشي علاج وفيه ناس يعني ماشي سياحة ولكن واجهت المشكلة في الدفع بالنسبة للفناظق في بعض الفناظق يعني صعب التعامل شوية بخصوص المنظومات لأننا فيه فناظق غير قابلة للترجيع والأمور هذه يعني أصبحنا فيشكالية وكيف بنحاول نديره حل يعني صارت علينا أزمة حتى حيني وجهنا يعني مشكلة في التعامل مع الناس يعني مش فاهميننا وحيني مش فاهمين الوضع أمال كبيرة يعقدها الكثيرون على الاجتماعات والإجراءات الأخيرة التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني خاصة اجتماعها الأخير مع المبعوث الأممي بعد وعوده بمعاقبة من استهدف مطار معتيق الدولي بالقضائف الصاروخية ترجمة نانسي قنقر